اشتركوا في القناة والخطاب وتدبر الكلام اما الصور لا صورة الشيخ ولا صورة الطلاب كلها ما تفيد بل تضر وانما الذي ينفع العلم نفسه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في الدين ولهذا الذي يصور عليه ان يمحو الصور وان يبقي العلم في قلبه ينتفع به ويستفيد وتعلو بالعلم مكانته وترتفع منزلة اما هذه الصور مضرة عليه وباب من اضواب الشر والحرمان من الخير نسى الله عز وجل ان يوفق الجميع لكل خير